اشتركوا في القناة أم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قصر الصخير مساء هذا اليوم المهنئين من أهالي محافظة العاصمة وذلك في إطار حرص جلالته على التواصل والالتقاء مع ابناء البحرين الكرام بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى معربين عن أسمى الآيات التهاني والتبركات لجلالته بهذا الشهر الفضيل دعين المولى عز وجل أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والسعادة والخير والبركات وعلى مملكة البحرين وهي تنعم تحت قيادة جلالته الحكيمة بمزيد من الرخاء والازدهار والأمن والأمان كما ثمنوا ببالغ التقدير والامتنان توجيهات جلالته السامية لتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية الكبيرة في محافظة العاصمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاهوا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لقاء اليوم لهو فرصة طيبة ومفرحة للترحيب بكم في هذا الجمع الخير ليعود وصلنا كما نحب أن يكون والذي نرجو من الله يديمه علينا ونحن نستقبل شهر رحمة والمغفرة وهو يهل على البحرين القالية وجميع أهلها الكرام بفضل من المولى القدير باليسر والبركات الأخوة تمر البشرية جمعا بظروف غير مسبوقة من حيث شدتها وتعدد تحدياتها فالعالم كما نشه يسعى لحماية إنسانيته ويواجه بشجاعة شرور الحروب والفتن وجميعنا يتفق بأن السبيل لذلك هو العمل المشترك لإحلال السلام وإرساء دعائم الاستغرار مهما صعب الأمر أو طال الزمن ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر المواطنين العزاء الذين لنبل طباعهم وسمو أخلاقهم أصبحوا مثالا في التعايش والتسامح لتبغى بلادنا وكما يعرفها العالم موطن للحضارات الإنسانية المتآلفة زادها في ذلك علم أبنائها وبناتها وإيمانهم التام بتلك القيم السامية ليكون خير من ينشرها ويعمل بها وهذه يرسالتنا لجميع أهالي المحافظات بمملكتنا القالية في مثل هذه الأوقات المباركة وشكراً من أعماق القلب لكل من يسعى مخلصاً لأجل رفعة الوطن وحفظ أمنه وأمانه مع خالص الدعاء بأن يعيد عليكم الشهر الفضيل بالخير والسعادة وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة أهالي محافظة العاصمة يلقيها نيابةً عنهم السيد يوسف صلاح الدين بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجرس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي يتشرف أهالي محافظة العاصمة بأن يرفعوا إلى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على جلالتكم وعلى حكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليوم والبركات معربين عن أسماء آيات الشكر والعرفان لجلالتكم والاعتزاز والتشرف بلقائكم في مجلسكم العامر داعين الله أن يحفظ جلالتكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر سيدي حضرة صاحب الجلالة إننا وإذا نسير في طريق التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة الصحية التي أصابت العالم كله نستذكر وبكل فخر والاعتزاز مسيرة النهضة المباركة التي تقودونها جلالتكم باقتدار معبرين عن اعتزازنا بتوجيهاتكم السديدة ومتابعة حكومتكم الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والتي لها الفضل بعد توفيق الله عز وجل في احتواء الجائحة والتخفيف من حدتها والسيطرة على تداعياتها حيث أسهمت في الحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم كما برهنت على كفاءة وقدرات فريق البحرين الوطني سيدي لقد أعلى العهد الإصلاحي لجلالتكم من شأن المواطن وعزز حقوقه الإنسانية كاملة قير منقوصة في أجواء تسودها الوسطية والتعايش والانفتاح واستنادا إلى ركائز راسخة من الوحدة الوطنية وسيادة القانون الأمر الذي جعل من البحرين واحة من الأمان والاستقرار ومهدا لحقوق الإنسان كثقافة وطنية مترسخة مشيدين بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالتكم الزاهر من مدن إسكانية عصرية ومرافق صحية متطورة وصروح تعليمية مرموقة ومشروعات حيوية للارتقاء بالبحرين وشعبها كما نثنبن عالياً المبادرة الإنسانية من لذن جلالتكم والتي تحمل معاني الرحمة والعفو والتسامح والمتمثلة في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة هذا التشريع النوعي الذي يسهم في تقويم سلوك المستفيدين من هذا القانون وعودتهم لمجتمعهم أعضاء النافعين إذ تجسد مبادرة جلالتكم أسمى قيم الإنسانية وتجعل البحرين نموذجاً يُحتذى به في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز المكانة المرموقة للمملكة ضمن عهد جلالتكم الإصلاحي سيدي حضرة صاحب الجلالة من أبرز الإنجازات التي تحققت ونفخر بها في محافظة العاصمة اعتماد منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجلات البحرين في مجالات الصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية والحضرية ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا ما تحظى به البحرين عامة ومحافظة العاصمة خاصة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم والمتابعة والتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتكثيف الجهود الرامية لتحقيق حاضرٍ ومستقبلٍ أفضل لجميع المواطنين في مملكة البحرين وإننا في محافظة العاصمة لنؤكد لجلالتكم حرصنا على المضي قدماً في التوسع بتطبيق هذا البرنامج الدولي الرائد في مختلف مناطق وقرى المحافظة تحقيقاً لتطلعات جلالتكم نحو الارتقاء بالوطن والمواطن في مختلف المجالات وإعلاءً لمكانة المملكة في كافة المحافل الدولية كما نؤكد مضي محافظة العاصمة في العمل على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية والتي تنهض بها وزارة الداخلية في إطار تعزيز الثوابت الوطنية والترابط المجتمعي كمرتكزات أساسية في أمن وسلامة المجتمع وتماسكه وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر ويديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مملكتنا العزيزة مؤكدين أن أهالي محافظة العاصمة على العهد والولاء يبادلونكم الحب والإخلاص ودمتم سيدي ودام عزكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم يرقي الشاعر محمد هادي الحلواجي هذه القصيدة بهذه المناسبة السلام عليكم لا يرتق المجد إلا من به شغلا ولا يروم العلا إلا الذي عملا ولم ينل سؤددا من عاش في دعة وعن مواجهة الأحداث قد ذهلا والمرء مهما ارتقى من غير تجربة حتما سيلقى بذات الشوكة العضلا لا بد للمرء أن يسعى وإن قصرت يداه أو قصرت رجلاه أو ثقلا فلا استقام لدى اللأواء ذو ثقة إلا إذا واجه الأحداث أو بذلا ولا تقدم يوما من به كسل ولم يرد عن نعيم اللذة الحولا وقد أرى المرء يغدو في مراوحة إذا تردد حين البأس أو خذلا وربما ضل سعي أو تجاوزه الرأي الصواب إذا ما لم يكن عجلا والحزم ألا يرى الإنسان عائقة إلا وخط لها من حزمه بدلا وغاية الجود أن تأتي بمكرمة تكون فيها ومنها أنبلا فربما ضل من يخشى عواقب ما يبدي من الصدق أو لم يتبع العقلا وقد أقول بأن الشعر علمني بأن من قال صدقا ربما عذلا وربما لامني قوم على ثقتي في من أحب وقالوا ضل أو جهلا فقلت لا والذي أحيى الوجود أنا لم أقترف أبدا في حبه زللا فهو الكريم الذي في كل حادثة يعطي العطاء بكف يغرق البللا وهو الحليم الذي من طيب عنصره على السماحة والإحسان قد جُبلا وهو الحليم الذي من طيب عنصره على السماحة والإحسان قد جُبلا حاشاه أن يتوانى عند معضلة وألف حاشاه أن تلقى به كسلا حاشاه أن يتوانى عند معضلة وألف حاشاه أن تلقى به كسلا فلا تلُمني إذا ما جئت ساحته في كل حين بشعر باسمه ثملا شعرا به لم أقل إلا الحقيقة إذ في كل حرف به البرهان قد كملا عشرون عاما مضت والخير متصل أنعم بخير بها قد كان متصلا فقل له يا أبا سلمان تهنئة مني إليك تغطي السهل والجبل وقل لسلمان عني ألف تهنئة وكيف لا وهو عند الشدة بن جلا نجل الأكارم من عليا أوال ومن إن قال قال صوابا يرتق الخلل بشرى بشهر صيام كله نعم والخير فيه من الرحمن قد قبلا وجئتكم يا أبا سلمان في فرح لأنني صوت شعب باسمك احتفلا وقد أتيتك أرجو منك مسألة والله ما خاب من للجود قد سألا وقد أتيتك أرجو منك مسألة والله ما خاب من للجود قد سألا أنت الكريم الذي من بطن راحته غيث السحابة مثل الودق قد هطلا وأنت من كل حرف في مدائحه كأنه عقد در باسمك اكتملا جدلي بقربك يا مولاي قافيتي من دون قربك تشكو العي والعلل فأنت من باسمه يحلو القصيد ومن في حبه وحي حلو الشعر قد نزلا وأنت من لا أرى في الحرف فائدة ما لم يكن باسمكم يا سيدي جملا وأنت من لا أرى في الحرف فائدة ما لم يكن باسمكم يا سيدي جملا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 شكرا